كمان في اتحاد الكرة مصدر قال لنا في رقم عشرة ان مجدي الشيخ مراقب مباراة النادي الاهلي والزمالك في السوبر المصري يعني ما كتبش في تقريره وقعت محمود عبد الرازق الشكبالة وحسين الشحات حضركم شفتوا فيديوهات كان فيه فيديوهات كتيرة النهاردة منتشرة على السوشيال ميديا وفيه تراشق بين الشكبالة ولاعب على الدكة الصورة من على الدكة مش بينة بس هو احنا اللي عرفنا بعد كده ان هو حسين الشحات التراشق المتبادل ده الراجل المرائب ما كتبوش في تجاريه وبالتالي غالبا مش يحصل اي عقوبات لا على الشكبالة ولا على حسين الشحات لو كان اخطأ حسين الشحات احنا الفيديوهات المصاربة كان فيها الشكبالة فبعدة يتقول لي يعني eure انت كده بتبرق حسين الشحات معرفش ما شفتش وعلى فكرة انا الفيديوهات المصاربة دي ما شفتش برضو الشكبالة بيقول ايه انا شايف واحد بيتعصب وبيشاور بس لك انا معرفش برضو كان بيقول ايه معرفش احنا منشوف فيديوهات ما فيش صوت طالع المرائب اللي بيبقى قريب هو اللي عارف اللي حصل فالمرائب شاف انه الموضوع كان عادي مناوشات ممكن تكون بتحصل في الملعب شافها انها ما فيهاش إسامة الله أعلم ما عرفش بس المعلومة اللي بقولها لحضراتكم ان المرائب ما كتبش حاجة في تأذيره وبالتالي ما تستنوش رقوبات على لاعبين بخصوص هذه الواقعة بس ما حبيت أقول لحضراتكم هذه المعلومة